لأبرز المشكلات الأخرى بقى اللي تتابعا بتواجه عشان نلحق نغطيها يعني الفاكرتنا بتواجه قطاع طب الأسنان في مصر ايه أبرز الحاجات اللي ممكن تكون بتواجهك تاني كبقى بعد ما نعدي المشكلات دي هي عدنا مشكلة بتاعت العدد ده اللي بيعمل تنافس مع سوق التوزيع الموجود المشكلة التانية طبعا إن هي تكاليفنا بتزيد تكاليفنا بتزيد بصورة برعبة بسبب إن كل حاجتنا تقريبا مستوردة مفيش تصنيع في مصر غير لحاجات محددة خلص يعني فيه مثلا كراسي بتتصنع حاجات بسيطة كده لكن أنا بتكلم عن المستلزمات والإزاء لا 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 مفيش تقريبا خالص بحسأل سؤال تاني بما حاجة تحت موضوع التصنيع وإحنا برضو مختمين هنا في الملفات دي هنا في برنامج هل مفيش تعاون ما بين النقابة والبحث العلمي إن فيه باحثين يبدو يقدموا أبحاث فتصنع في مصر أنا أحد ما حاجات سهلة وموجودة ممكن تتصنع بس المشكلة إنها محتاج فيها mass production محتاج يبقى فيها إنتاج بكمية أكتر عشان التكلفة وإلا اللي هيصنع في الصين وفي ماليزيا يعني أبدا كده كان فيه تجارب بتاعة الجوانتيات أبسط حاجة اللاتيكس يعني الإبر ما بتصنعش هنا الورق العضة ده كربون ما بتصنعش هنا محتاج فيه كميات معينة عشان تقدر تبقى feasible كده أو تجيب نتيجة بتاعتها تكلفنا عالية لدرجة أننا مرة يعني في 22 عملنا دراسة والغاية دولتي مش قادر أحدثها بسبب التغير المستمر في الأسعار تكلف كل حاجات بتكلف كام لأربع بستوات من العيدات يعني الحشو بيكلف كام بما فيه الكهرباء والمية والإجارات والحاجات دي كلها الناس اتصدمت لما لقوا التكاليف بتاعاته أه طبعا لأن هم كانوا حتى يعني مش واخدي مالهم في حاجات بياخدوا فيها أقل من كده التكاليف ديت معنى إيه يعني أنا قلت لك أن الحشوة بتتكلف 500 جنيه دي معنى أن المريض لما جاء أنا طلعت من جيبي 500 جدت هالو لأننا دفعته من جيبي بما فيه بقى الكهرباء والمية إهلاك الأجهزة ده مثال يعني رقم مثال يعني فعملنا هذا الموضوع لأربع مستوات من العيدات حسب التكاليف السابتة بتاعت كل واحد الناس اتصدمت منها وتكاليف يعني لو أننا نهاردة شاب دكتور عايز وبقى مؤهل لفتح عيادة تكلفة فتح عيادة الأسنان في المتوسط يعني دكتور لا بتوصل رقم يعني بتوصل رقم يخض يعني المتكلم في الحاجة اللي هي هتبقى معقولة يعني المتكلم ممكن في مليون على الأقل مليون على الأقل على الأقل سبب يعني هو كده مسك إيده زي هو يقول انت عندك احنا مهم جدا عندنا التعقيم احنا أكتر ناس من زمان في هذا الأمر يعني تلوقتي انت بشوف المسكات وجوانتيات آه بس قبل الكورونا عمرك شفت دكتور أسنان مش لابس ماسك ولا جوانتي لكن كنت تروح الدكتور بشري مش لابس ماسك ولا وجوانتي احنا أكتر ناس عندنا وعي بموضوع تعمل مع المنطقة الناس كلها كانت بغطية بمسكات فانت عندك عشان تجيب أوتوكليف كلاس بي ده بكام في حد ذاته الكرسي الكرسي ده كرسي انت ممكن تجيب منه أنواع بس يعني الكرسي بقى بتعمل عربية دلوقتي يعني لو العربيات حدسوا كرسي بقى بتعمل عربية لو حجيب أشعة انت محتاج أشعة دلوقتي يعني من الأساسيات في العيدات اللي هي العالية نبقى فيه مثلا أشعة من الراما يعيدات فيها وما فاش أنا بكلم عن الأشعة صغيرة دي أساسية مفروض تبقى أساسية مفروض ما يشتغلش من غيرها مش إنما يعني كنا زمانة بنشتغل من غيرها أبس دلوقتي لأ من الأساسيات يعني فكل جهاز بتجيبه لأ لي مبلغ فالتكنيب اه طب تفضل أنا أصد غير بقى المستهلكات نفسها يعني المستهلكات بكام عندنا دي دي كارسة وبعدين احنا عندنا حاجات كير من استخدامها اللي هي استخدام مرة واحدة أنا المريض لو جاء قاعد على الكرسي ما عملش حاجة خالص خالص قاعد وقام بس أنا بتكلف حولي 70 جنيه ده كده مستهلك بس لا ما استهلكتش حاجة ما استخدام حاجة ما حطتش إيدي بقه بس إن الوقت بتاعها مع التطهير حددنا هنعمل إيه خطة العمل ما حطتش حاجة في بقه ما حطتش أي مسلزمات أنا بتكلمك إن هو لو جاء قاعد وقام وما كشفتش ولا كشفت كمان ما حطتش حاجات في بقه يا خبر أنا حسبتها مرة تلعت حوالي 70 جنيه في العادات المتوسطة اللي هو فيها وقت العادة بكهربيتها بكل الحاجات دي بالتطهير بتاعها قام وقاعد يعني قاعد سوري وقام فيها فيها لا منتكلف ما بينها كبير